موسيقى أرحب بكم أحباء المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج وتعرفون الحق نتحدث اليوم عن الوصية الخامسة من الوصايا العشر ونقرأها في سفر تاثنية الأصحاح الخامس والعدد السادس عشر والتي تقول أكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلهك لكي تطول أيامك ولكي يكون لك خير على الأرض التي يعطيك الرب إلهك ووصية أكرم أباك وأمك هي أول الوصايا الإلهية التي تخص العلاقات البشرية فكما نعرف فإن الوصايا الأربعة الأولى من الوصايا العشر تتكلم عن علاقة الإنسان بالله أما الوصايا الستة الأخرى فإنها تتحدث عن علاقة الإنسان بأخيه الإنسان والوصية الخامسة تنسق العلاقة في مجال الأسرة خصوصا العلاقة بين الآباء والأبناء فكما نعلم جميعا فالأسرة هي نواة المجتمع فإن نجحت الأسرة نجح المجتمع وازدهر وإن فشلت الأسرة تحطم المجتمع وانهار تماما وعلى مر الأسور تعرضت الأسرة لهجوم الشيطان العنيف خصوصا العلاقة بين الآباء والأبناء ففي بعض المجتمعات القديمة كان ينفصل الآباء عن أولادهم وزوجاتهم ويعيشون في أماكن بعيدة عنهم وكانوا غير مطالبين برعاية أولادهم وزوجاتهم فنشأ الأبناء وهم لا يعرفون من هم أبائهم لقد كان الإنجاب بالنسبة لهم لهذه الحضارات ليس لإنشاء أسرة بل لإيجاد عمالة تعمل في فلاحة الأرض أو صيد الحيوانات ولكن لم يكن هذا هو فكر الله منذ البدء لقد قصد الله أن تكون هناك أسرة زوج وزوجة ينجبون أطفالا يعتنون بهم جسديا ونفسيا والأهم يعتنون بهم روحيا وعندما يكبر الوالدان يأتي دور الأبناء الذين يقدمون العناية لآبائهم وأمهاتهم وهكذا يكون هناك جو من المودة والرحمة بين البشر حين نشعر كلنا باحتياجنا لبعضنا البعض فيساعد القوي الضعيف وتظهر صفات الله من خلال الأسرة إن هذه الوصية تعلمنا معنى الوفاء والإخلاص فلو لم يكرم الشخص أباه وأمه فهل سيقدر أن يكرم أي شخص آخر؟ ولكن لو تعلم الإنسان معنى رد الجميل والاعتراف به من خلال إكرامه لوالديه سيكون سهلا عليه أن يمارس الإخلاص والوفاء مع الآخرين تعالوا الآن أحبائي لنستمع لبعض الأسئلة التي يسألها أحبائنا المشاهدين هل من الضروري إكرام آبائنا؟ أليس هذا حملا ثقيلا على الكثيرين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم؟ دعونا في البداية نقر بأهمية الوصية الخامسة من الوصية العشر وترجع أهميتها لمعطي الوصية نفسه فالله هو الذي طلب من الإنسان أن يكرم أباه وأمه ومعنى هذا أن أي إهمال في تنفيذ تلك الوصية يعني إهمال لمعطي الوصية نفسه لذلك وضع الرب هذه الوصية على رأس قائمة الوصية الإلهية التي تنظم العلاقة بين البشر فقبل أن يقول الله لا تقتل أو لا تسرق أو لا تزني قال أكرم أباك وأمك وهذا الترتيب يعطي للوصية أهمية عظيمة ويجعلها أول أولويات الإنسان نحو باقي البشر والآن هل من الضروري إكرام والدينا؟ بالطبع نعم يجب بل ينبغي علينا إكرام والدينا رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أغلب الناس في أنحاء العالم فلو تخيلت مثلا عندما كنت طفلا صغيرا أن والديك قرر أن لا يعتني بك بسبب الظروف المادية الصعبة فلم يجهز لك الرعاية الصحية أو الغذاء الجسدي فكيف سيكون حالك اليوم؟ بالطبع نحن نعرف أنه ربما كنت الآن غير موجود في هذا العالم فوجودك الآن يرجع لعاملين أولا لقدرة الله التي خلقتك من العدم وأعطتك الحياة وثانيا لاعتناء والديك بك منذ الولادة فلو تعقاعش والدك عن الاهتمام بك لكنت أنت الآن غير موجود إطلاقا ويأتي السؤال هل سنعتني بهما في كبرهما كما اعتني بنا في صغرنا؟ هذا هو معنى رد الجميل أن تعطي لكل ذي حق حقه حتى وإن كلفك ذلك مجهودا أو تكلفة مادية إضافية أو حتى لو كلفك ذلك التضحية براحتك الشخصية وتذكر أن والديك ضحايا بالكثير لتكون ما أنت عليه الآن تذكر أنهما تعب وسهر وحرم نفسيهما من متع كثيرة لأجلك فيجب عليك أخي الحبيب أن تكون بارا بوالديك وأن ترد لهما القليل مما قد منحاه إياك وأقول لك إن مهما أعطيت من مال ووقت وجهد لهما فهو قليل جدا مما أخذته أنت منهما ولذلك أكرم أباك وأمك ننتقل أحبائي لسؤال آخر كما هو معتاد وكما نعرف عن إبليس إنه كائن لا ييأس من ابتكار الكثير من الأساليب الضلال وفيما يخص الوصية الخامسة فقد نجح إبليس في ابتكار الكثير من الطرق ليجعل الإنسان يكسر هذه الوصية فمثلا أضعف الروابط الأسرية بسبب مشغوليات الوالدين أثرت على متانة العلاقة بين الآباء والأبناء فكثير من الآباء مشغولون في جمع المال لأبنائهم بينما لا يوجد لديهم وقت لرعايتهم ففي ظل الظروف المادية القاسية التي يمر بها العالم انحصر اهتمام الوالدين على تلبيت احتياجات أبنائهم المادية فقط وهكذا أصبحت العلاقة بين الآباء وأبنائهم مثل علاقة العميل مع البنك فهو لا يذهب للبنك إلا في حالتين السحب أو الإيداع عندما يتعلق الأمر بعلاقة الأبناء بأبائهم فالعلاقة تكون غالبا لاستحب فقط ولا يوجد إيداع ولذلك أحبائي يجب علينا نحن الآباء أن نضع الأولويات في مكانها الصحيح فأولادنا يحتاجون إلينا أكثر من احتياجهم إلى مالنا فالمال لا يحل كل المشاكل كما يظن الكثيرون من الناس فلا تجعل شيئا يلهيك عن قضاء وقت كاف في رعاية أولادك والتقرب إليهم ومعرفة مشاكلهم ومشاركتهم أفرحهم وأحزانهم فإن لم تفعل أنت ذلك فمن سيفعل ذلك؟ إن لم تكن الأم هي صديقة ابنتها ومحل ثقتها فسوف تكون ضحية صديقات الشر وإن لم يكن الأب صديق ابنه الحميم فسيقع الابن فريسة سهلة لأصدقاء السوق وكذلك عندما وضع إبليس القساوة في قلوب بعض الآباء والأمهات في تربيتهم لأبنائهم فقد أسس لتفريق شمل الأسرة وجعل تنفيذ وصية أكرم أباك وأمك صعبة لدى الكثيرين فكيف يكرم الأبناء آبائهم وأمهاتهم الذين عذبوهم وقصوا عليهم وهم صغار كيف لهؤلاء الأبناء أن ينسوا الضرب والإهانة والسب عندما تسأل هؤلاء الآباء القساة في تربيتهم لأبنائهم عن سبب تلك القساوة يجيبون أن نيتهم كانت نقية وسليمة لأنهم يحبون أبنائهم ويخافون عليهم وبدافع الخوف عليهم يرتكبون تلك الحماقات التي قد تسبب فشل العلاقة بل وقد تصل أحيانا لانتقام الأبناء من آبائهم مثل ما حدث مع يعقوب أبي الأصباط الذي ميز يوسف عن بقية إخوته وجعله الإبن المدلل له فصنع له القميص الملون وجعله يجلس بجواره دائما بينما باقي الإخوة يذهبون للعمل الشاق فكانت النتيجة أنهم كرهوا يوسف وكرهوا كذلك يعقوب أباهم أعزائي الآباء والأمهات أولادنا أمانة لدينا من الله فحافظوا وصونوا تلك الأمانة استمعوا إليهم افهموا عقولهم أعطوهم الاهتمام والحب المخلص قبل أن تطلبوا منهم أن يكرمونكم وهناك طريقة أخرى استطاع إبليس بها مقاومة الوصية الخامسة من وصايا الله العشر وهي عقوق الأبناء إن عقوق الأبناء من أخطر الأمراض الروحية والاجتماعية التي أصابت الأسرة على مر العصور فيقول بوليس الرسول إنه في نهاية الأزمنة ستأتي أزمنة صعبة فالأبناء سيكونون غير طائعين والديهم والعقوق والعصيان والجحود لفضل شخص ما وهنا يحاول إبليس أن ينسي الأبناء فضل والديهم عليهم فينشغلون عنهم بأشياء أخرى ولا يعطونهم حقهم الواجب وللأسف الشديد نجد هذا المرض متفشيا في الكثير من المجتمعات فنعرف عن بعض الأبناء إنهم لا يرون والديهم إلا في الأعياد والمناسبات فقط وأحيانا يرسل الأبناء كروت معيدة لوالديهم عوضا عن رؤيتهم وجها لوجه فاصل قصير أحبائي ثم نعود لنكمل إجابة هذا السؤال فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أحباء المشاهدين نتابع إجابة السؤال عن طرق إبليس في إفساد العلاقة الأسرية خصوصا بين الوالدين وأبنائهم من الأشياء المحزنة بالفعل ما قام به إبليس من خداع حتى بعض رجال الدين ليكون هم أنفسهم حجر عثرة أمام الناس لكي لا يحفظوا وصية أكرم أباك وأمك نقرأ إنجيل القديس متى 15-3-6 ما قاله السيد المسيح لقادة اليهود الدينيين عن تلك الوصية فأجاب وقال لهم وأنتم أيضا لماذا تتعدون على وصية الله بسبب تقليدكم فإن الله أوصى قائلا أكرم أباك وأمك ومن يشتم أبا أو أمما فليمت موتا وأما أنتم فتقولون من قال لأبيه أو أمه قربانا هو الذي ننتفع به مني فلا يكرم أباه وأمه فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم فبسبب الأطماع المادية لقادة اليهود الدينيين أفتوا بأن إذا تبرع الإبن بكل ما له للهيكل فهو غير ملزم بالاعتناء بوالديه والإنفاق عليهم وبذلك حرموا الوالدين من حقوقهم ليأخذوها لأنفسهم فما أشر الخطايا التي ترتكب بإسم الدين ولنستمع لسؤال آخر ما هي خطورة قصر وصية أكرم أباك وأمك؟ كما ذكرنا قبلا فعدم إكرام الوالدين ينتج عنه تفكك أسري وبالتالي انهيار في المجتمع كله والأهم من ذلك هو روح التمرد التي تنتشر وتتزايد ضد وصايا الله فالذي يكسر وصية أكرم أباك وأمك الذي يراهم لن يكرم الله الذي لا يراه والذي لا يكرم الله كيف له أن يعبده بالروح والحق كما أن الذي يكسر هذه الوصية سيجد صعوبة بالغة في حفظ باقي الوصايا فكيف وهو يهم الوالديه أن يعتني بالآخرين ويسدد احتياجاتهم وكيف له تنفيذ وصية لا تسرق وهو يسرق حق والديه في الرعاية وكيف له أن ينفذ وصية لا تقتل وهو يقتل والديه بإهماله لهم فإن لم نستطع الاعتناء بذوينا وعائلاتنا فكيف سنعتني بالآخرين وأيضا أحبائي لهذه الوصية ميزة روحية عظيمة فهي الوصية الوحيدة من الوصايا العشر التي تقترن بوعد فكل الوصايا الأخرى تنهي عن فعل أشياء تغضب الله سواء كانت في مجال علاقتنا معه أو علاقتنا بالبشر أما الوصية الخامسة فهي الوصية الإيجابية الوحيدة في الوصايا العشر حيث أنها تتضمن وعدا مباركا يقول الرب إن نحن أطعنا فسوف تطول أيامنا وسوف يكون لنا خير يمنحه لنا الرب مكافأة لطاعتنا لهذه الوصية فعدم طاعة هذه الوصية يجلب الشقاء والتعاسى ويمنع بركة الرب على من يخالفونها وهناك الكثير من الناس لا يشعرون ببركة ما لديهم من خيرات وهم لا يعلمون أن السبب هو عدم طاعتهم وإكرامهم لوالديهم هناك من لا يجد السعادة في قلبه رغم جميع الإمكانيات والكماليات المتوفرة لديه فيسأل باستغراب لماذا أنا تعس؟ وهل لا يعلم أن الرب منع عنه السعادة بسبب عقوقه بوالديه؟ فإن كنت تعاني من هذه الأعراض فربما كان كسر الوصية الخامسة من الوصايا العشر هو سبب تلك المعاناة فاذكر من أين سقطت وتب ولنستمع لسؤال آخر في بداية الإجابة على هذا السؤال ينبغي لنا أحبائي أن نعلم أن هذه الوصية لا تقتصر فقط على الوالدين الذين أنجبونا ولكن تشمل الكثيرين من المحيطين بينا أيضا فمثلا المعلمون الذين يجتهدون لأجل نجاحنا ونمو عقولنا لهم الحق في الإكرام أيضا وكذلك الأقرباء الذين لعبوا دور في نشأتنا مثل زوجة الأب أو زوج الأم وكذلك يجب علينا أن نكرم منهم في حكم الوالدين مثل أهل الزوجة أو الزوج فهم بمثابة والدين ويجب أن نهتم بهم ونكرمهم كما نكرم والدين أيضا ولا ننسى أيضا قول الكتاب عن المرشدين الروحيين الذين زرعوا لنا الروحيات لننال بواسطة عملهم نعمة الحياة الأبدية فيوصينا الرب قائلا أما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم أما عن طرق إكرام الوالدين فهناك طرق عديدة نستطيع من خلالها إظهار الحب والإكرام لهم فعندما نسمع ونصغي لنصائحهم فإننا بذلك نظهر لهم الحب والاهتمام والتقدير أيضا ويقول سليمان الحكيم اسمع لأبيك الذي ولدك ولا تحتقر أمك إذا شاخت وكذلك بالاهتمام وإظهار الرعاية لهما تظهر محبتك وإكرامك لوالديك وليس أفضل من مثال السيد المسيح نفسه وهو على الصليب وهو ينازع الموت وألم الصليب الرهيب نجد لا ينسى أبدا من قامت بتربيته والاعتناء به وهو طفل صغير فينظر إلى تلميزه يحنى ويوصيه بالاعتناء بالقديسة ماريا فلا يقدمنا أحد أعذارا على عدم اهتمامه بوالديه بسبب مشغوليات الحياة أو العمل المدني أو مثل تلك الأعذار فلو كان هناك عذرا لإهمال الوالدين لكان بالأولى أن لا يهتم السيد المسيح بوالدته لأنه كان ينازع الموت الرهيب وأيضا عندما نعتني بالاحتياجات المادية والنفسية لوالدين فإننا بذلك نحفظ الوصية الخامسة فأنظر إلى يوسف عندما أصبح الرجل الثاني في مصر ولم ينسى والده يعقوب ولا باقي أفراد أسرته في كنعان فاعتنى بهما عندما حضروا إلى مصر وأعالهم مع أولادهم طول سنين المجاعة وما بعدها ثم نأتي لأكثر شيء يفرح قلب كل أب وكل أم ويجلب لهما السعادة والفخ وهو نجاح وتفوق أبنائهم لا عجب إذا سألت أي أب عن ما يتمنى لأبنائه فيقول أريدهم أن يكونوا أفضل مني نعم بالرغم من الطبيعة الفاسدة للإنسان لكن نجد أن نجاح وتفوق الأبناء هو حلم كل أب أو أم لذلك أبناء الأحباء قدموا تفوقكم ونجاحكم هدية لوالديكم واسمعوا ما قاله الحكيم سليمان الإبن الحكيم يسر أباه والإبن الجاهل حزن أمه فهل تكرم الله في والديك؟ لقد عرف الشيطان أهمية الأسرة في بناء المجتمع إنساني قوي وكل يوم في عصرنا الحالي نجده يحقق نجاحات في هذا المجال مع أن الله زرع محبة الأبناء في قلوب الآباء غريزياً ولكنه طلب من الأبناء مبادلتهم تلك المحبة حتى تستمر حياتهم وتمتلئ بالخير فعلينا أن نحترس من خدع إبليس الذي يريد التفكك العائلي والاستقلالية الفردية بدل من الوحدة العائلية وذلك حتى يجزء المجتمع فتطعف الروابط والعلاقات الأسرية لقد جهز إبليس بدائل تريح ضمير الإنسان لكي لا يحفظ وصية أكرم أباك وأمك مثل نظام الرعاية الصحية لكبار السن وهذا النظام في حد ذاته ليس شريراً بل بالعكس من ذلك لقد ساعدت هذه البدائل على حماية ورعاية الكثير من كبار السن ولكن الخطورة تأتي عندما يعتمد الأبناء على هذه الأنظمة ويتقاعسون عن تأدية دور المحبة مع والديهم عندما يعتمد الأبناء على الآخرين ليهتموا بشؤون والديهم يتهربون هم من تلك المسئولية التي أوصاهم بها الرب فمهما كانت الأنظمة الاجتماعية مفيدة لكثيرين ولكنها ليست بديلة عن الأسرة التي توفر احتياجات الفرد النفسية من الحب والاهتمام من الحنان والعطف من المودة والتقدير فوصية الله وحده هي القادرة على بناء مجتمع قوي وأسرى متينة ولنتذكر أحبائه ما قاله الرسول بوليس لا تضل الله لا يشمخ عليه فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا وهنا أتذكر قصة أريد أن أختم بها هذه الحلقة عن طفل صغير في أسرة كان يعيش معهم جده وذات مرة لاحظ الطفل أن جده لا يأكل في أطباق مصنوعة من الخذف مثل باقي أفراد الأسرة ولكنه يتناول في طبق مصنوع من الخشب فذهب الطفل ليسأل أباه عن ذلك فأجاب الأب يا صغيري إن والدي كبير في السن ويداه ترتعشان لذلك لا يقدر أن يمسك جيدا طبق الخذف وقد كسر والدي الكثير من هذه الأطباق الغالية لذلك قررت أن يأكل في أطباق من الخشب حتى إن وقع منه لا تنكسر وبعد أن سمع الطفل هذا الإيضاح من والده نظر إليه في براءة وقال أبي أريدك أن تحتفظ بهذا الطبق الخشبي الذي يأكل فيه جدي فسوف أطعمك فيه عندما تكبر مثله نعم أحباي فإنما يزرعه الإنسان فإياه يحصد أيضا فماذا ستزرع مع والديك ماذا ستقدم لهما أشجعك أن تنفذ وصية الرب وأن تكرمهما في حياتك الآن لتكون لك البركة والسعادة والخير الذي وعد بهما الرب لكل من يحفظ وصية أكرم أباك وأمك أشكركم أحبائي على حسن استماعكم لبرنامج وتعرفون الحق وتمنى أن ترسلونا على العنوان البريدي الظاهر أمامكم على الشاشة ونلتقي إن شاء الله وعشنا في حلقة أخرى فإلى اللقاء اشتركوا في القناة